أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارجه من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإرسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نال ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وربة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حميهم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاط مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بقائنها من استبرق وجنى الجنة يهدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف لم يطمسهم إنسا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهما الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إن الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن ردومهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نباختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تباعك اسم عبك بالجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان ومشاهدة لأسلم